اكد حضرة صاحب الجلال الملك حامد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا اعتزازه بالعلاقة الاخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين مشيدا بالحرص المشترك على ترسيخ دعائمها على كافة المستويات وثمن جلالته المواقفة المشرفة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خانم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة رعاه الله والدعمة لمملكة البحرين والتي تأتي تجسيدا للروابط التاريخية الوثيقة القائمة على مبادئ الاخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المعظم في قصر الاصخير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نائف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للبحرين لأترأس الجانب السعودي في اجتماع اللجنة الأمنية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحرينية ونقل سموه إلى جلالة الملك المعظم تحياتي وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار وخلال الاستقبال رحب حضرته صاحب الجلالة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودية وكلفه بنقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد وأطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بمفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق دوام التطور والرخاء وأشهد جلالته بالمساعي الخير لأخيه خادم الحرمين الشريفين وبالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ على مقدرات ومصالح دولها وشعوبها والدفاع عن قضاياها ودعم مسار العمل الخليجي المشترك ونوه جلالته بدور مجلس التنسيق السعودي البحريني في الإشراف على جميع مجالات التعاون الثنائي من خلال عمل اللجان المنبثقة منه في الجوانب السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والاجتماعية والإعلامية منذ عام 2019 وذلك لتحقيق كل ما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما ومن جانبه أعرب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وحرص جلالته الدائم على توثيق علاقات الأخوة الوثيقة والمتميزة التي تربط المملكتين والصلاة والروابط التاريخية المتينة التي تجمع شعبيهم والشقيقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة